احمد الصالح خلال اخر سنتين انتقالات الصيف انتقالات شتاء لازم اسم احمد الصالح اي انتقالات لازم اسم احمد الصالح طيب هل حد قال ان احمد الصالح جاي الالف يناير انا عن نفسي ما اردش واللي بيتفرجوا علي اكيد لو عملوا بحث او سيرش كده على المواقع والسوشال ميديا مش عليا اي حاجة لحمد الصالح الا من حوالي 6 شهور طيب فجأة حسام الحطين وكيل اعماله نفا ما هو نفا ده يعني فيه خبر رسمي نزل او فيه خبر موضوع نزل ان هو جاي طيب هنا الوكيل بينفي هو اصلا فيه معلوم عشان ننفي طيب هو نفا في دخول النادي الالف في مفاوضات مع هذا اللاعب خلال الفترة القادمة واللاعب بيلعب في نادي العهد اللبناني عموما الوكيل حتى كمان بيقول لك هو ملعبش السنة دي غير المباراة واحدة عبر المسلم فيه الدور اللبناني هي زي ما قلت لكم الله في بداية الحلقة التحديات الموجودة في الفترة الحالية زي نركز مع الفريق يعني الفريق عمل نتائج كويسة جدا وعمل مشوار مميز في البطولة الافريقية والبطولة المحلية وعايزين نبني على ده كمان في الفترة الجاية فبالتأكيد مثل هذه الاخبار ممكن تعمل شوشرة تعمل بلبلة لعب ممكن يراها تأثر على تركيزه وتأثر على زهنه في التحضير المباراة فالافضل الافضل ان احنا نبتعد عن مثل هذه الموضوعات في الفترة القادمة من اجل حسم المباراة المحلية والافريقية في ظل ضغط غير طبيعي من النهاردة من مباراة دجلة حتى اخر شهر فبراير مع نهاية مباراة دور المجموعات في البطولة الافريقية ونهاية الدور الاول في الدور العام شفت حجم المشاركات قد ايه تخيلوا حجم المشاركات ده ومحتاجين ندعم ونساند اللعيبة ونصف الزهن من اجل الفوز بهذه المباراة عشان نستمر ان شاء الله خلال الفترة الجاية بشكل كويس ونبني على ده باذن الله في المرحلة القادمة